وكما تعلمون فوقع واحد تطور مهم تبقى للتوجهات الملكية وهو أنه تكون واحد زيادة إلى كثر من 40% ديال الميزانية منجها للستثمارات وهذا تتعلق أساسا ما هو مرتبط بالسدود وما هو مرتبط كذلك بالربط بين الأحوال المائية ما هو مرتبط كذلك بتحليات المياه البحر ما هو مرتبط كذلك بالاقتصاد في الماء والنجاعة المائية والاقتصاد وتدبير الطلب وما هو مرتبط كذلك بالموانئ والطرق والطرق الصيار وهذا التحول الذي نعرفه يبرهن أولا عن الإرادة الحقيقية ديال أن يكون هناك خلق فرشول والهدف من هذا اللقاء وهو أننا نجعل المقاولات أننا تكون جاهزة للتلبية وهذه الحاجيات وخصوصا أننا نطبق الأفضلية الوطنية باش أن المقاولة الوطنية هي اللي إن شاء الله سوف تستفيد من هذه التمارات وذلك يطلب عليها أنها تشغل المواطنات والمواطنين باش يمكنوا محقوق ذلك أعطأ لن أعطس المقاولات والمواطنية بلوز، يكمل الآن بإسجارة في المقاولات المواطنية لي أفضل وحدة اتوفر سوف تدع المواطنين باتذرين ومع المعارضة 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 المقابلية يظهر أن تكون جيداً أن تبدأ في الوطن المتحدة ستجد لذلك نحن هنا جديد لكم تحضير جيداً لذلك يتحدث في منذ الوطن المنزل وهي اشترك جيداً لكم أنه تدخل على المجالات التي تتصل فاليوم هذه القطاعات كتعرف واحد الانتعاشة وكان برامج تثمانية كبيرة للمغرب في الست سنوات المقبلة والتحدي اللي عندنا هو كيف جعل كل درهم يستثمر من الأموال العمومية يخلق مناصب شغل الطموحات دينا هي طموحات كبيرة وكن نظن هذه العملية اليوم ستأدي على أنه يكون تتبع مع الوزارات الوصية طبيعة الاحتيحنا سنكون لمواكبة هذه الجهود باش هاد الفرص الشغل تخلق ويكون عمل دون جودة ولشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين وخصوصا في جل أرجاء البلاد بعد توزيع جغرافي في عدالة ترابية